حماية الطيور المهاجرة من النفوق هدف رئيسي عملت من أجله الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في الأردن وبرزت أهمية هذه الحماية في ظل انتشار مشروعات الطاقة البديلة في بلد تمر به مسارات الهجرة من أوروبا وإفريقيا وآسيا وتعبره ملايين الطيور الجارحة ولهذا جمعت البيانات وأقامت الجمعية مشروعاً يضمن مراقبة الطيور وضمان توقيع شركات الطاقة البديلة على حماية الطيور أثناء مرورها الأردن يقع على مسارين لهجرة الطيور في عندنا مسار بسموه مسار حفرة الانهدام اللي هو واد الأردن أو غور الأردن اللي بيمتد من أفريقيا لأوروبا وفي مسار آخر بالصحرى الشرخية هذول المسارين مهمات جداً لأن بعبرها ملايين يعني أكثر من أربع مليون طائر سنوياً بتعبر الأردن بهجرتها أن هذه المناطقية المناطق أيضاً المهمة جداً والمناسبة لإقامة مشاريع طاقة الرياح فلذلك يجب التوفيق بين مشاريع طاقة الرياح وهجرة الطيور بحيث أنه ما يكون فيه أي ضرر على طيور المهاجرة ويعد الأردن من أوائل دول العالم التي أطلقت المعلومات لضمان حماية الطيور في ظل ارتفاع أعداد الطيور النافقة نتيجة البنية التحتية لمشروعات الطاقة في المناطق التي تقع ضمن مسارات الهجرة في جنوب الأردن هذه الإجراءات كان فيها التزام كبير من جميع شركات الطاقة وفي عنا ديلي مونيترينج برامج مراقبة يومية للطيور فعنا كم هائل من البيانات هذه الكم الهائل كانت الفكرة بأنه نعمل قاعدة بيانات تجمع كل شركات الطاقة وكل البرامج المراقبة بتساعدنا بأنها بتكون بنك كنز وطني من المعلومات على المستوى الوطني لأنه بنحكي عن مراقبة يومية في حوالي 11 مشروع وهذا يعني كم كبير من المعلومات بساعدنا في تطوير السياسات سواء على المستوى المحلي وكمان على المستوى العالمي ويأتي إطلاق قاعدة البيانات الوطنية في إطار التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية لحماية الطيور المستوطنة أو المهاجرة والتي تعد مؤشرا مهما على جودة النظام البيئي والتغير المناخي وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية والتي ستشكل فيها قاعدة البيانات بنكا للمعلومات سيكون متاحا لجميع الشركات ليتسنى لها تحديد مشاريعها والتزامها بإجراءات السلامة العامة للطيور دامالكردي قناة الغد عمّة